بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل ان شاء الله الجزء الرابع في مقياس الرسم قبل ما نبتدي في الجزء الرابع في مقياس الرسم اللي هو تصميم مقياس الرسم هنتعرض شوية الى الوحدات اللي هنستخدمها دي نمرة واحد نمرة اتنين هنتعرض على حاجة اسمها الانيار سكيل والدياجونالسكيل الاوغل الواحد كيلوميتر ده بيساوي 10 هكتار او 10 هكتاميتر الواحد الهكتاميتر تساوي 10 دي سي هكتاميتر الواحد دي سي هكتاميتر تساوي 10 متر الواحد متر بيساوي 10 دي سي متر كلمة دي سي لوحدها معناها 1 على 10 وكلمة سنتي معناها 1 على 100 وكلمة ملي معناها 1 على 1000 طيب الواحد سنتيمتر بيساوي عشرة مليمتر الواحد فورلونج بيساوي ميتين متر الواحد ميل تقريبا واحد وستة من عشرة كينومتر الواحد يارضة بتساوي تلاتة قدم القدم بتساوي 12 إنش والإنش أصلا تساوي 54 من مية سنتيمتر الشكل اللي قدامنا دو بنسميه مقياس رسم طولي لأن أنا ما رسمتش هنا شبكة دي الواحدات الأساسية وهنا باخد الواحدة من الواحدات الأساسية أقسمها إلى عدد من الأقسام وهنشوف بنقسمها إزاي هذا المقياس يسمى مقياس الرسم الطولي أو الانير سكيل لو جينا زي مثال كده هنا بيقول عايزة أصمم مقياس رسم واحد إلى خمسة هذا المقياس يقرأ لي دي سيمتر وصنتيمتر ويقرأ لغاية واحد متر وبعدين قرأ لي يا سيدي مسافة تساوي سبعة وستة من عشرة دي سيمتر من المعلومات اللي الدهالي أقدر أقول إن الرف تساوي واحد على خمسة واحد إلى خمسة هي نفسها واحد على خمسة وبعدين بجيب المل اللي هو الماكسمام لينس ده بيساوي عشرة دي سي يعني الواحد متر بيساوي عشرة دي سي يبقى عدد الأجزاء عشرة أقسا اللينس أوف سكيل اللي هو إسا ده بيساوي الرف مضروبة فيه الماكسمام لينس الرف واحد على عشرة أو آسف واحد على خمسة هدرف فيه عشرة اللي هي عشرة دي سي وأحولها من دي سي إلى سنتي أدرف في عشرة يبقى كأنها تطلع تساوي عشرين سنتي يبقى المسافة من هنا لغاية هنا عشرين سنتي العشرين سنتي دي هقسمها إلى كام قسم إلى عشر أقسام أدي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تبانية تسعة عشر كويس العشرة دول هاخد من السفر للتسعة نحية إيدي نمين وهاخد العاشر نحية إيدي الشمال الجزء اللي نحية إيدي الشمال دوت اللي هو يساوي اتنين دي سي هقسمه إلى سنتيمترات ليه لأن هنا هو بيقول لي قسمه لي إلى سنتيمتر خدت الرسمة دي كبرناها شوية كده هنا تعال نشوفه وقسمه كم قسم أدي واحد اتنين يعني ستة سنتيمتر من السفر لغاية السبعة ده هيديني الدي سيمتر كسر الدي سيمتر اللي هي الستة من عشر اللي هي ستة سنتيمتر هاخدها على يسار المخياس الرئيسي اللي هي ستة أقسام من هنا يبقى هيدا دي المسافة القليل طيب نشوف مثال تاني عايز يصمم مخياس رسم بشرط الواحد ونص سنتيمتر تساوي واحد دي سيمتر أو طيب يبقى الـRF في الحالة دي تساوي ايه تساوي واحد ونص بس دي بيش سنتيمتر على واحد دي سيمتر يعني عشرة سنتيمتر عشان أخلص من الكسر اللي فوق ده هضرى فوق وتحت في اتنين ده يديني اللي فوق بقت تلاتة واللي تحت بقت عشرين يبقى الـRF في تلاتة على عشرين اللي هو الرقم اللي احنا جبناه هنا الماكسيمم لينس عشرة دي سيمتر لأن الواحد متر بيساوي عشرة دي سيمتر ليه جبت ليه جبتها عشرة لأنه هو بيقول لي to read up to one meter جايس يبقى الـNumber of parts أو division عشر أقسام برضو هاخد المسافة اللي هي العشرة دي وأسمها إلى عشرة أقسام دي اللي هي العشرين أسف وأسمها إلى عشرة أقسام دي واحد اتنين تلاتة نفس المسافة اللي فتت طيب اللي قل الـLOS بيساوي الـRF في الـL في الـML الـRF تلاتة على عشرين في واحد على مية يديني خمستاشر سنط ليبقى الطول ده المفروض خمستاشر سنط خمستاشر سنط ما أسمها على عشرة يبقى كل مسافة من دول واحد ومص سنط واضحة طيب عايز يزررنا مسافة خمتها تساوي ستة ديسي يوم من سفر لغاية ستة مباشرة نيجي مسألة تانية عندي مسافة استهى على اللوحة لقيتها تساوي تلاتة واثنين من عشر سنتيمتر وهذه المسافة على الفلد أو في الطبيعة خمتها تساوي أربعة متر يبقى الـRF تساوي تلاتة واثنين من عشر على أربعة بس ضرب مية ليه لأن الأربعة دي اليونت بتاعها متر فضربت في مية يبقى الـRF عبارة عن تلاتة واثنين من عشر على أربعة في مية تطلع واحد على مية خمسة عشر دي أول حاجة يجب ده ابتدى يمد الخط دوت لغاية لما وصل إلى خمسة وعشر متر وبعدين عايز يظهر ميتر وخمسة متر وبعدين يظهر لمسافة خمتها تساوي سبعتاشر متر قلنا طيب الماكسيمم لينس تساوي خمسة وعشرين متر خمسة وعشرين متر يعني خمسة أجزاء عرفت منين إنها خمس أجزاء لأنه عايز يمشي كل خمسة متر يبقى خمسة وعشرين على الخمسة فيها الخمسة الـLOS واحد على مية خمسة وعشرين اللي هو الـRF مضروبة في خمسة وعشرين بس دي من متر مضروبة في مية عشان أحولها إلى سنتي يبقى الواحد سنتي يساوي واحد متر تساوي عشرين سنتي متر يبقى أنا هرسم مسافة قمتها تساوي عشرين سنتي متر طيب عايز هو بقى يصغر إيه سبعتاشر متر دي هتبقى خمستاشر متر هتيجي من المقياس الرئيسي واثنين متر من المقياس اللي هو بيبقى على اليسار نشوف الكلام ده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة